مشاهدين دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا بساند التاسع بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والإسراء بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق وخاصة على طرق سريعة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدهما عدد من المحافظين والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة وخاصة الأمطار والرياح والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها وخلال الاجتماع وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع للمرافق وكذا فرق الإغاث على الطرق السريعة على وجه الخصوص مشيرا إلى أهمية التنصيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة التقص بواجه عام فضلا عن انتظام عقادي غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات على مدارسها أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1543 متعافيا من فارس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 398 761 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 2025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفارس ومتحوراته لافت إلى وفاة 62 حالة جديدة قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون إن جونسون ينوي الكشف هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزد الذاتي للمصابين بفارس كورونا وبهذا ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص المؤكد إصابتهم بالفارس باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل البحرية في خطوة يرى كثيرون من مستشريه الصحيين أنها محفوفة بالمخاطر هذا وسيقدم جونسون أيضا قدرا أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من فارس كورونا من خلال المراقبة المستمرة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 108 725 إصابة جديدة بفارس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفارس في البلاد إلى 28 مليون 167 587 حالة وأشرت الوزارة في بيانها اليومي إلى تسجيل 851 وفاة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 643 880 وفاة أكد البنك الدولي استعداده للصرف 350 مليون دولار لأوكرانيا وأن مجلس إدارته سينظر في ذلك بحلول نهاية مارس المقبل في إطار خطة تمويل قصيرة وطويلة المدى لكييف وأضف البنك في بيان أن مديره ديفيد مالباس أكد في اجتماع مع رئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن البنك سيواصل دعم الشعب الأوكراني واقتصاده وتلبية احتياجاته التمويلية سواء على المدى القصير أو الطويل قالت السلطات اليونانية إن 12 شخصا ما زالوا مفقودين بعد حادثة حريق عبارة كانت في الطريق من اليونان إلى إيطاليا في وقت مبكر الجمعة وكان على متن العبارة 241 راكبا و51 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بها ونقلت قوارب إنقاذ معظم من تم إنقاذهم وعددهم 280 إلى جزيرة كورفو اليونانية وقالت قوات خفر السواحل اليونانية إن المدعي العام أمر بفتح تحقيق في الحادث وأضف أنه تم احتجاز القبطان واثنين من المساعدين لفترة وجيزة للإدلاء بالشهادتهم وتم إطلاق الصراح فيما بعد أما رياضيا ففاز ريال مدريد على ضيفه دي بورتيبو ألفاس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمنوا نفسات الجولة 25 من الدور الإسبانية ثلاثية الفريق الملكي جاءت في الشوط الثاني عن طريق ماركو أسانسيو في الدقيقة الثالثة والستين وفينيسيس جونيور في الدقيقة الثمانين وكريم بنزمة من ركلة جزائب في الدقيقة التسعين وبهذا الفوز رفع فريق العاصمة رصيده إلى سبع وخمسين نقطة ليعزز صدارته لجدول ترتيب الليجة بفارق سبع نقاط عن إشبلي الوصيف فيما توقف رصيد الضيوف عند عشرين نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير نهاية منجز التسعين والاستكمال الباقي فقرات صبع الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر